ولعل أشرع أيضاً الآن في ذكر بعض الأسباب المهمة التي إذا طبقتها الأمة عاد إليها عزها ومجدها وسؤددها بإذن الله تبارك وتعالى أول تلك الأسباب لعز الأمة تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والجد والإجتهاد في ترصيخه في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه البناء أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم ولذلك فإن التوحيد هو الذي تقوم عليه سعادة البشرية جمعاً متى أقامت بناءها عليه وقامت مؤسساتها على تحقيقه وغارسوها في نفوس الفرد والمجتمع إذ أنه الغرض والحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والتوحيد هو محور دعوة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم وخدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي قضى جل وقته في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وأيَّة دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق فإنها دعوة فاشلة مهما زركشها أهلها ومهما دعوا إليها ومهما جمَّعوا عليها من الناس فإن مصيرها إلى الفشل لأن البناء إذا لم يقم على أساس سليم فإنه سوف ينهار وسيضم حلم وسينتهي فالعناية بالتوحيد هي منهج الأنبياء والمرسلين الذي قامت عليه دعوتهم وقامت عليه وحدتهم وحدة الأمة ويوم أن كانت محقِّقة لهذا كانت أمة تفوق جميع الأمم قوةً وشهرةً وعزًّا ونصرًا وتقدُّمًا وحضارةً ونحو ذلك من المقوِّمات قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاووت وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصَّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرَّقوا فيه وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالتوحيد هو أساسه وأعظم تلك الأسباب التي إذا عُني بها المسلمون عاد إليهم مجدهم وحصَّلت لهم العِزَّة والمَنَعَة والشَّوْكَة والقُوَّة بإذن الله تبارك وتعالى وما نفذ بعض أعداء الإسلام في صفوف بعض الأمة إلا بسبب ضعف التوحيد وبسبب الخلل الموجود في التوحيد فإن بعض بلاد المسلمين تعيش ضعفًا عظيمًا في توحيد الله فهي هي المشاهد تعظم وتُعبد من دون الله وهذه هي الأضرحة يُحجُّ إليها ويُطافُ بها ويُستعانُ بأهلها ويُطلبُ منهم قضاء الحاجات وكشف القُروبات وإزالة المُلمَّات فما لم تُزَل هذه المظاهر فإن الأمر جدُّ خطير إليها فワ Houston وه Mỹ يمس هناك فل trabalhar إليها إليها إليها